انا ما راح اقول لك وعيونك وعيون قنبر ما نعتجب بيك كاظم منظور الكربلائي ما نعتجب بيك وعيون قنبر ما نعتجب بيك ندرب قدرتك ما نعتجب بيك ما نعتجب بيك ندرب قدرتك من قدرة الله تسير الافلاك يا علي يا علي ايكا لا كفرسي يا علي ايكا لا كفرسي او جوه من تقديس ذاتك ان من خمد غارب عنك ما تذنن درجاتك وبنغيب سلس لما رجت لا تقضي صلاتك وانفلك دورانا وقف وقرص شمس رجل عطا نمرك وبنطاء اعتراف وهي اسهل معجزاتك معنى اعتجب بيك ندرب قدرتك معنى اعتجب بيك ندرب قدرتك من قدرة الله تسير الافلاك شعر جميل لشاعر حسيني معروف كاظم منظور الكربلائي رحمة الله عليه لكن يا للأسف كاظم منظور كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فكان يحفظ ما يسمع كان ذكيا تميز بالذكاء وبالحافظة فهو يستمع إلى هؤلاء الخطباء الغبران ولذا نقل واقعة رد الشمس بحسب ما ينقل هؤلاء الخطباء عن المخالفين أمير المؤمنين ما رد الشمس كي يصلي قضاء أبدا أمير المؤمنين عبر نهر الفرات عند بابل وصلى مع خواص أصحابه في وقت الصلاة لكن بقية الجيش الذين انشغلوا بنقل رحالهم وتعبير دوابهم وتعبير دوابهم تأخروا عن الصلاة ففاتتهم الصلاة فجاءوا يظهرون الحسرة بين يدي أمير المؤمنين أنهم ما أدركوا الصلاة خلفه فأمر الشمس أن تعود فعادت فصلى جيشه وإلا هو قد صلى في وقت الصلاة وأمير المؤمنين ليس محتاجا للصلاة الصلاة متقومة بأمير المؤمنين أنا لا أتحدث عن كل التفاصيل لكن كاظم منظور هنا نقل الرواية عن الخطباء عن الخطباء الشيعة الثولان الغبران وهم نقلوا عن المخالفين الرواية عندنا عن سيد الشهداء أمير المؤمنين صلى بهم صلاة العصر في وقتها صلى بهم والشمس في مكانها ولكن قسما من جيشه ما أدركوا الصلاة خلفه انشغلوا بتعبير دوابهم ورحالهم وأغراضهم إلى أن غابت الشمس فجاءوا يظهرون الحسرة بين يدي الأمير الأمير أرجع الشمس كي يصلهم وليس هو هو قد صلى صلاته إذا أردتم أن تعرفوا التفصيل عودوا إلى الحلقة السادسة والعشرين من برنامج قتلوك يا فاطمة لقد فصلت القول في هذا الموضوع تفصيلا كاملا عودوا إليها ستجدون المصادر الروايات الأحاديث لا أريد أن أذهب كثيرا في هذا الموضوع لكنني أردت أن أنبهكم من أنني دائما أقول القصائد التي تبث في قناة القمر مخالفة لآل محمد مع ملاحظة أن كاظم منظور الكربلاء من أكثر الشعراء الذين يعتمدون الروايات في نظم قصائدهم أما شعراء هذا الوقت فهم لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة مطلقا إما أن يأخذوا من هؤلاء الخطباء المعتوهي أو من كتب علماء الشيعة التي هي قد نسجت وفقا للمذاق الناصبي أو يخرجون شيئا من جيوبهم الخاصة لذا أقول المسلسلات التي نبثها في قناة القمر مخالفة لأهل البيت الأشعار التي تبث إلقاءا مخالفة لأهل البيت لا أقول الجميع ولكن أكثر من 90% الردات اللطميات كل ما يبث هو مخالف لأهل البيت ولكن ماذا نصنع هذا هو الموجود هذا هو الواقع الشيحي إنني أنا الذي أختار هذه القصائد في كثير من الأحيان لا أقول في كل الأحيان رغم أن في فماذا أصنع هذا هو الواقع الشيحي ماذا أصنع لكم وأنا منذ أربعين سنة أصرخ ما نحن بشيعة وأنتم تسبونني وتشتمونني فماذا أصنع هذا كل الذي أقدر عليه إنني أتعامل مع هذه القصائد ومع هذه المسلسلات كالمضطر إلى أكل الميتة والله هكذا أتعامل لأنني على علم تام بمخالفة المسلسلات التي نعرضها لمنهج آل محمد بمخالفة شعر الشعراء بمخالفة قصائد الرواديد حتى الزيارات التي تقرأ تقرأ بشكل خاطئ إما بشكل خاطئ نحويا وإما بشكل خاطئ في التقطيع في تقطيع المقاطع لأن الذين يقرؤون الزيارات لا يعرفون معانيها يقطعونها وفقاً للثقافة الموجودة التي هي ثقافة مخالفة لآل محمد نلجأ إلى الإيرانيين الذين يقرؤون الزيارات والأدعية هم أفضل في عملية التقطيع وفي عملية الحركات الإعرابية حتى الزيارة الجامعة الكبيرة التي نبثها إنها تقرأ بحسب النسخة المحرفة فقد بحثنا عن قارئ يقرأ الزيارة لا عن أي قارئ عن قارئ يقرأ الزيارة بشكل يتناسب مع قيمة هذه الزيارة ما وجدنا قارئاً في الجو الشيعي واحداً يقرأ الزيارة بالنسخة الصحيحة كل القراء يقرؤونها بالنسخة المحرفة هذا هو الذي وجدنا فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ وأنا شخصياً هناك الكثير من الحقائق لا أبديها لكم مع أنها ضرورية لأنني لا أمتلك عليها وثائقاً حسية أنا أعرض الحقائق بالوثائق وأنتم تكذبونني فماذا أصنع لكم؟ هذه هي الحقيقة من الآخر والله إني أعد أيامي أعد أيامي إما أن يظهر الإمام وإما أن أغادر هذه الدنيا لأنني أكثر من أربعين سنة أحمل بضاعة آل محمد في أسواقكم فلا أجد أحداً يشتري هذه البضاعة أراكم تركضون على المزابل تدفعون الأموال الطائلة لشراء المزابل والقاذورات وبضاع آل محمد كاسدة لا أحد يشتريها فأعود أنا فأشتريها لأنها بضاعة عزيزة عندي وهي غير قابلة للفساد حتى أذهب بها إلى مصانع التدوير هي لا تدور إنها بضاعة طاهرة أبدية لذلك أعرضها للبيع فلا تعرفون قيمتها فأعود أنا أشتريها بعقلي وقلبي وروحي وسأبقى كذلك وهذا مثال هذه قصيدة من أجمل القصائد علاك رب العرش علاك وتلاحظون الشاعر ينقل فيها وليس في هذا المقطع ينقل فيها ثقافة المخالفين بل في كل المقاطع الأخرى وفي كل القصائد الأخرى إنما نبهت على هذا كي تعرفوا ما هو الحال السيء الذي نحن فيه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر